حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من الملحدين والمشككين من يقول لا يوجد دليل على أن القرآن هو كلام الله لم نعثر على دليل علمي على أن هذا الكتاب من عند الله فمن غير المعقول كما يقولون أن أي شخص يأتي بكتاب ويقول هذا من عند الله نصدقه هكذا بدون أدلة وبراهين لذلك أيها الأحبة من خلال هذه السلسلة من اللقاءات العلمية الرقمية في كتاب الله تبارك وتعالى سوف نثبت بما لا يقبل أدنى شك أن هذا القرآن كتاب من عند الله هذا أولا وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا الكتاب مهما حاولا قل لأ إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الشيء الثاني أيها الأحبة الأرقام التي سنشاهد تناسقاتها المذهلة الآن يأتي من يقول هناك قراءات للقرآن الكريم المشكلة أن بعض الناس يتخيل أن عدد آيات سورة البقرة مثلا إذا كانت في قراءة تورش كذا وفي قراءة حفص كذا يعني هناك فرق مثلا رقم أو رقمين يظن أن هذا الإعجاز يختفي نقول أيها الأحبة إن كل قراءة فيها إعجاز رقمي مستقل خاص بها فلا تخلطوا موضوع القراءات بموضوع الإعجاز العددي نحن الآن نتعامل مع المصحف الذي بين يدينا وهو مصحف المدينة برواية حفص عن عاصم لو طبقنا هذه القواعد على قراءات أخرى سوف نكتشف مزيدا من الإعجاز بأشكال أخرى لذلك أيها الأحبة بدلا من أن نرفض هذا الإعجاز بحجة أنه يوجد قراءات متعددة ينبغي أن نفكر كيف جاءت هذه التناسقات على مستوى قراءة حفص عن عاصم كيف جاء هذا التوافق المبهر الذي لا يمكن أن يكون بالمصادفة لذلك أيها الأحبة دعوني اليوم أتأمل معكم ما يتعلق بحروف القرآن وآياته والسور هذه الأعداد التي تتناسق بطريقة غريبة جدا حسب برنامج الإحصاء أيها الأحبة فإن عدد حروف القرآن هو ثلاثمئة واثنين وعشرين ألف وستمئة واربعة حسب الرسم الأول للقرآن الكريم هذا العدد أيها الأحبة نحن نعلم في القرآن أول كلمة هي بسم الله الرحمن الرحيم حرف الباء رقمه واحد السين اتنين الميم ثلاثة وهكذا آخر حرف من الجنة والناس حرف السين آخر حرف رقمه ثلاثمئة واثنين وعشرين ألف وستمئة واربعة هذين العددين يعني رقم أول حرف وآخر حرف هنا أيها الأحبة دققوا معي أول حرف رقمه واحد تمام وآخر حرف رقمه ثلاثمئة واثنين وعشرين ألف وستمئة واربعة يعني أصبح لدينا عدد ثلاث مليون ومئتين وستة وعشرين ألف وواحد وأربعون هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة إذن أيها الأحبة رقم أول حرف في القرآن ورقم آخر حرف لو قمنا بصف هذين الرقمين نعثر على عدد جديد ضخم من مضاعفات الرقم سبعة طيب نحن نعلم أن عدد سنوات نزول القرآن هو تلاتة وعشرين وعدد آيات القرآن ستة لاف ومئتين ستة وثلاثين وعدد ثوره مئة واربعة وعدد حروفه كما قلنا ثلاثمئة واثنين وعشرين ألف وستمئة واربعة وقد اتفق العلماء على تقسيمه إلى ثلاثين جزءاً بحيث أنك إذا أردت أن تختم أو تختم هذا القرآن خلال شهر فبمعدل كل يوم جزء فإنك تختم هذا القرآن خلال شهر ثلاثين يوم فعلى هذا الأساس تم تقسيمه إلى ثلاثين جزءاً العجيب أيها الأحبة حتى هذا التقسيم جاء متفقاً مع الرقم سبعة فرقم أول جزء في القرآن هو واحد ورقم آخر جزء هو ثلاثون مصفوف هذين العددين هو ثلاثمية واحد من مضاعفات الرقم سبعة هنا أيها الأحبة ثلاثمية واحد يساوي سبعة في ثلاثة واربين سبحان الله أيضاً عدد سنوات نزول القرآن شيء غريب يعني ثلاثة وعشرين سنة فأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت في السنة رقم واحد وآخر سورة نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح طبعاً كسورة كاملة أما كآية آخر آية نزلت هي من سورة البقرة واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن لو أخذنا أول سنة وآخر سنة يتشكل لدينا عدد هو أول سنة رقمها واحد وآخر سنة يعني أول آية نزلت في السنة رقم واحد وآخر آية نزلت في السنة رقم ثلاثة وعشرين يعني عندي عدد هنا ميتين وواحد وثلاثين يساوي سبعة في ثلاثة وثلاثين أيضاً مضاعفات السبعة الحقيقة أيها الأحبة أنا لدي نظام محكم غريب من نوعه أيضاً يتفق مع الرقم سبعة فقلنا إن عدد آيات القرآن ستة الاف وميتين وستة وثلاثين آية وعدد سوره مية وأربعة عشر فلو قمنا بصف هذين العددين كما نرى هنا ستة الاف وميتين وستة وثلاثين ومية وأربعة عشر يتشكل لدي عدد هنا أيها الأحبة هذا العدد هو مليون ومية وستة وأربعين الف وميتين وستة وثلاثين من مضاعفات عدد السبعة يعني عندما نضع عدد آيات القرآن مع عدد سور القرآن يعطينا عدد مضاعفات السبعة وقبل قليل عندما وضعنا رقم أول حرف في القرآن ورقم آخر حرف في القرآن وقمنا بصف العددين أعطانا عدد مضاعفات السبعة وعندما وضعنا رقم أول سنة نزل فيها القرآن وآخر سنة أيضا أعطانا عدد مضاعفات السبعة سوف نكتشف سلسلة الآن مطولة عن هذا الموضوع طبعا هذا العدد أيها الأحبة الذي يمثل عدد آيات القرآن هنا ستة الاف وميتين وستة وثلاثين وعدد سور القرآن الذي هو مية وأربعة عشر هذا العدد كله يتألف عدوا معي مرتبة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يتألف من سبعة سبع مراتب أو منازل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مجموعه مجموع الأرقام هنا المفردة يعني لو قمنا بجمع واحد زائد واحد زائد أربعة هنا أيها الأحبة واحد أربعة ستة اثنين ثلاثة ستة جمعنا هذه الأرقام هنا الأرقام المنفردة لهذا العدد نحصل على العدد الثلاثة وعشرين وهو عدد سنوات نزول القرآن يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن هذه الأرقام عندما تصفها بجانب بعضها دائما تعطيك مضاعفات العدد سبعة وإذا جمعتها تعطيك أرقام ذات دلالة مثل عدد سنوات نزول القرآن الآن أيها الأحبة دعوني أنتقل معكم للنظام السباعي لعدد الآيات وسنوات الوحي رأينا قبل قليل عدد الآيات مع عدد الصور الآن سنأخذ عدد آيات القرآن ستة الاف وميتين وستة وثلاثين هنا مع عدد سنوات نزول القرآن وهو العدد ثلاثة وعشرين نأخذ هذين العددين عندما نقوم بصف هذين العددين هنا ستة الاف وميتين وستة وثلاثين عدد آيات القرآن وعدد سنوات نزول القرآن يعطينا عدد ميتين ستة وثلاثين الف وميتين وستة وثلاثين عدد متناظر الحقيقة جميل يعني ميتين وستة وثلاثين ميتين وستة وثلاثين هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضا سبحان الله دائما تجد نفسك أمام أعداد من مضاعفات الرقم سبعة طبعا سبحان الله حتى لو أخذنا عدد آيات القرآن وعدد حروف القرآن هنا أيها الأحبة عدد آيات القرآن 6236 وعدد حروفه 322604 وقمنا بصف هذين العددين سوف نحصل أيضا على النتيجة ذاتها دائما تتكرر بضعفات العدد السبعة نحصل على هذا العدد أيها الأحبة هذا هو العدد انظروا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدد من عشر مراتب تلك عشرة كاملة طبعا هذا العدد يقرأ 3 مليار 226 مليون و46 236 كل هذا العدد مضاعفات العدد السبعة إذا قسمناه على السبعة يعطينا عدد صحيح هذا هو من دون باقي لا يوجد فاصلة هنا لا يوجد فواصل غريب يعني أنت عندما تصف عدد الآيات مع عدد السور مع السنوات نزول مع الحروف أي شيء تضعه يعطيك مضاعفات السبعة ما هذه المصادفة أيها الأحبة يعني هل المصادفة تتكرر دائما يعني مع هذه الأرقام فقط لماذا لا نجدها في كتب أخرى مثلا لماذا فقط في القرآن أليس هذا دليلا على أن الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر وأخفى وهو الذي قال في كتابه العظيم وأحصى كل شيء عدده سبحانه وتعالى طبعا أيها الأحبة يعني الآن لو فكر أحد أن يعبث أو يغير حرف من حروف القرآن أو يغير صورة أو يحذف صورة أو يحذف آية أو كذا لاختل كل هذا البناء العددي يختل بالكامل على فكرة طبعا هنا أيها الأحبة لدي شيء جميل أن عدد آيات القرآن 6236 مجموعة الأرقام هذه 6 زائد 3 زائد 2 زائد 6 يساوي 17 17 هذه هي ذاتها مجموعة الأرقام المفردة لحروف القرآن 322 نفسي 604 إذا جمعنا هنا 3 زائد 2 زائد 2 زائد 6 زائد 7 زائد 4 أيضا يعطينا 17 يعني إذا قمت بجمع الأرقام المفردة هذه لعدد آيات القرآن تجد رقم 17 لعدد حرف القرآن تجد نفس الرقم طبعا هذا العدد له علاقة مهمة هو عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة رقم 17 وهو رقم سورة الإسراء التي نعلم أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء يعني الأرقام كلها متشابكة مع بعضها تشكل منظومة عددية الآن أيها الأحبة قلنا إن القرآن تم تقسيمه إلى 30 جزءا وعدد آياته 6236 الآن لو قمنا بوضع عدد الآيات مع عدد الأجزاء هنا يعني وضعنا 6236 وضعنا 30 قمنا بصف هذا العدد أيضا نحصل على عدد مضاعفات رقم 7 يعني هذا العدد يساوي 306236 مضاعفات 7 طبعا هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني ألهم المسلمين يقسم هذا التقسيم ليتفق مع النظام الذي وضعه مسبقا رب العزة سبحانه وتعالى وهو النظام السباعي في القرآن وقلنا من قبل إن أول رقم ذكر في القرآن هو رقم 7 وأكثر رقم تكرر في القرآن بعد الرقم 1 هو رقم 7 وأكثر رقم له الدلالة في الكون هو الرقم 7 ليقول لك الله تعالى إن الذي خلق هذا الكون خلق السماوات السبع والأراضين السبع والألوان السبعة والذي خلق عدد طبقات الذرة السبعة هو الذي أنزل هذا القرآن ونظمه بشكل يتفق مع الرقم السبع يتفق مع النظام الكوني يعني هذا التوافق بين نظام الكون ونظام القرآن يدل على أن صانع الكون هو منزل القرآن هو واحد سبحانه وتعالى الآن أيها الأحبة هناك أيضا ترابط بين عدد سور القرآن هنا عدد سور القرآن مع عدد سنوات الوحي لو قمنا بصف هذين العددين نحصل على العدد 23114 هذا العدد أيضا مضاعفات رقم 7 سبحان الله 23114 وساوي 7302 عدد صحيح طبعا يعني حتى إن الله تعالى اختار عدد 23 عدد سنوات نزول القرآن وهي فترة الوحي مناسبة لهذا النظام يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحدد فترة الوحي يتحكم بعمره مثلا يقول أنا سأبدأ في في سن معين وأختم في سن معين وأجعل عدد 23 يتفق مع عدد الآيات وعدد السور وحتى تقسيم الأجزاء الذي جاء لاحقا هذا العمل لا يمكن أن نجد له تفسيرا إلا أن نشهد أنه من عند الله سبحانه وتعالى هنا أيها الأحبة دعوني أخذ عدد سور القرآن مع عدد حروف القرآن سوف نجد المعادلة ذاتها دائما أيها الأحبة دائما يعني هذا قانون مهما طبقت من أرقام تجد دائما مضاعفات عدد 7 فلو قمنا بصف عدد سور القرآن 114 هنا مع عدد حروف القرآن 322604 يعطيك عدد ضخم جدا يتألف من مرتبة 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 322 مليون 614 هذا العدد مضاعفات السبعة أيضا لو قمنا بجمع الأرقام المفردة كما كما فعلنا قبل قليل مع عدد الآيات والصور حصلنا على عدد سنوات نجد القرآن هنا إذا قمنا بجمع الأعداد المفردة أو الأرقام المفردة لهذا العدد يعني 4 زائد 1 زائد 1 زائد 4 زائد 0 زائد 6 زائد 3 زائد 2 عفوا زائد 2 زائد 3 يعطينا 23 وهو عدد سنوات نزول القرآن سبحان الله والله الإنسان يعجب من دقة هذا الترابط المذهل الآن أيها الأحبة لو أخذنا عدد أجزاء القرآن مع عدد سور القرآن عدد سور القرآن مع عدد أجزاء القرآن يتشكل لدينا عدد هو هنا أيها الأحبة 30114 مضاعفات العدد سبعة سبحان الله الآن دعونا نطبق على عدد سنوات نزول القرآن وعدد أجزاء القرآن 23 هل يبقى النظام قائما طبعا الأعداد الثابتة الخاصة بالقرآن هي عدد سنوات الوحي وعدد الأجزاء وعدد السور وعدد الآيات هنا وعدد الحروف هل توجد علاقة رقمية تربط هذه الأجزاء ببعضها طبعا عدد السنوات الوحي وعدد الأجزاء درسناه قبل قليل نريد أن ندرس كل هذه الأرقام سوف نكتشف أننا لو قمنا بصف هذه الأرقام طبعا وفق قاعدة من الأصغر إلى الأكبر ليس عشوائيا عدد السنوات نزول القرآن 23 هنا أيها الأحبة ثم قمنا بصف أجزاء القرآن 30 ثم عدد سور القرآن 114 آيات القرآن 6236 حروف القرآن 322 أو 604 يعني عدد 2 3 4 5 هذا العدد يتألف من 17 مرتب هذا هو هنا أيها الأحبة لو قمنا بكتابته هنا 17 مرتب والرقم 17 مرة معنا يشير إلى عدد ركعات مفروضة يشير إلى عدد مفردات آيات القرآن 636 مجموعة 17 العدد مفرد هذا العدد الضخم جدا أيها الأحبة 17 مرتبة من مضاعفات العدد السبعة يعني الشيء محير طبعا قد يقول قائل في مقدمة كل السورة هناك بسملة الحقيقة لو قمنا بأخذ حروف القرآن 622 604 سندرس هذه البسملة المكتوبة طبعا البسملة مكتوبة في القرآن في كل السور معدى سورة التوبة بسملة الفاتحة هي الوحيدة المرقمة في أول السور وهي جزء من آية في سورة النمل الآية الثلاثون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الآن أيها الأحبة لو قمنا بإحصاء البسملات كلها وأضفناها لحروف القرآن طبعا نحن عندما قلنا إن العدد 322 604 عدد حروف القرآن هذا العدد يشمل الآيات المرقمة فقط ولكن البسملات في بدايات السور غير مرقمة ما عدى الفاتحة الفاتحة مرقمة نعدها عددناها ولكن هناك 112 بسملة غير مرقمة لو قمنا بعد حروفها سوف يصبح عدد حروف القرآن ثلاثمية واربعة وشرين ألف وسبعمية وثنين وثلاثين ثلاثمية واربعة وشرين ألف وسبعمية وثلاثين سبحان الله نفس التوافقات سنتأمل من جديد أنا لدي أول حرف في القرآن رقمه واحد وفق الرقم الجديد هذا لماذا نقول قراءات القرآن معجزة يعني حتى لو اعتبرنا البسملة آية سوف تجد أن الإعجاز يستمر كما سنرى هنا آخر حرف في القرآن رقمه ثلاثمية واربعة وشرين ألف سبعمية وثلاثين لو قمنا بصف أول حرف وآخر حرف من حروف القرآن أول حرف في بسم الله الرحمن الرحيم رقمه واحد حرف الباء آخر حرف هو حرف السين كلمة الناس من الجنة والناس نجد أيها الأحبة عدد هو آآ ثلاثة مليون وميتين وسبعة وربين ألف وثلاثمية وواهد وعشرين هذا العدد مضاعفات السبعة طيب لو أخذنا مثلا عدد السور وعدد الحروف كما فعلنا قبل قليل ولكن وفق النظام الجديد نظام إضافة البسملة يصبح لدينا عدد هو هذا هو عدد سور القرآن هنا مئة واربعطاش وعدد حروف القرآن مع البسملات ثلاثمية واربع وتشين وثلاثمية 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 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة وهذا يدل على استمرار الترابط العددي على الرغم من أن أضفنا البسملة سبحان الله طبعا لو أخذنا عدد آيات القرآن مع عدد حروف القرآن الجديد مع البسملات سوف يتشكل لدينا عدد لن أطيل عليكم يعني البحث موجود على الموقع يستطيع كل إنسان أن يقرأ ويتأكد الألة الحاسبة ولدينا برنامج إحصاء القرآن فيه ميزة إضافة البسملات للسور تستطيع أن تقوم بكل هذه الإحصائيات بسهولة أيضا هنا مضاعفات السبعة المعادلة التالية أيها الأحبة عندما نقوم بصف عدد آيات القرآن الجديد لأنه أصبح لدينا إذا اعتبرنا البسملة آية صار عندي 6236 زائد 112 يعني 6348 عدد الآيات الجديد وعدد حروف القرآن الجديد 324732 يعني مع إضافة البسملة سوف تبقى المعادلة قائمة إذا وضعنا هذا العدد الذي يمثل آيات القرآن مع حروف القرآن يبقى من مضاعفات عدد سبعة وهذا شيء عجيب أيها الأحبة يعني هذا دليل ماد ملموس على أنك إذا أضفت البسملة تبقى المعادلة قائمة ولو قمنا بدراسة بقية الروايات القرآنية والقراءات القرآنية سوف نكتشف إعجاز أكثر من مذهل تبقى الإعجازات قائمة والتناسقات قائمة ولكن تأخذ أشكال جديدة الآن أيها الأحبة لو قمنا ب يعني هنا على سبيل المثال أخذنا النظام السباعي لعدد الآيات مع البسملات مع عدد السور طبعا لأننا إذا أضفنا البسملة يبقى عدد السور سابت لا يتغير فعدد الآيات 6348 مع البسملات وعدد السور 114 لو قمنا بصف هذين العددين هنا يعني يصبح لدي عدد مليون 146 1348 هذا العدد مضاعفات السبع أيضا طبعا لو قمنا أيضا بأخذ عدد الآيات مع البسملات مع عدد الأجزاء لأن عدد الأجزاء ثابت حتى لو أضفنا البسملة يبقى ثابت عدد الأجزاء أيضا يتشكل لدينا عدد هو كما ترون 306348 مضاعفات لعدد السبع أيضا طبعا هذا يدل على أن البسملات في القرآن لم تكتب عبثا وهي تدخل ضمن المنظومة السباعية لهذا الكتاب العظيم طبعا عدد الآيات مع البسملات هنا لو قمنا بأخذه مع عدد سنوات نزول القرآن كما فعلنا من قبل نحن نعيد تطبيق القوانين السابقة على المعطيات الجديدة نجد دائما مضاعفات لعدد السبع أيضا هنا يتشكل لدي عدد من جزئين 6348 عدد آيات القرآن مع البسملات و23 عدد سنوات نزول القرآن يساوي 7 في كذا عدد صحيح إذن يبقى العدد مضاعفات السبع نفس النظام يتكرر مع عدد آيات القرآن سنوات نزول القرآن حروف القرآن أجزاء القرآن أي أرقام تأخذها تجد دائما مضاعفات العدد السبع دائما هذا القانون أيها الأحبة لذلك أيها الأحبة هنا لدي عدد سنوات الوحي 23 عدد إذن القرآن 30 عدد السور 114 عدد الآيات مع البسملات 6348 عدد الحروف الجديد هو يعني كم عدد لدي هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تذكرتم هذه الأعداد عندما قمنا بصفها سابقا من دون البسملات حصلنا على عدد مضاعفات السبع بعد أن أضفنا البسملات للسور أصبح لدينا أرقام جديدة هنا أيها الأحبة قمنا بوضع هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر يعني هنا يتشكل لدي عدد هنا انظر أيها الأحبة هاي 23 عدد سنوات النزول 30 الأجزاء 114 السور القرآن 634 آيات القرآن وهنا 324 732 هو حروف القرآن كل هذا العدد من مضاعفات العدد السبع يعني لا يستطيع الإنسان أن ينكر هذه الحقائق العلمية المتقنة طبعا أيها الأحبة يعني والله أيضا هناك معادلات كثيرة أيها الأحبة معادلات كثيرة لن نطيل عليكم يعني عندما تأخذ عدد سنوات نزول القرآن مع عدد الأجزاء مع عدد السور هذه الأعداد الثلاثة تجد نفسك أمام رقم من مضاعفات لعدد سبع مرتين إذن أيها الأحبة يعني نستطيع أن نلخص هذا البحث بكلمات قليلة أن في القرآن تناسق سباعي لأول سورة وآخر سورة أول سورة رقمها واحد آخر سورة رقمها 114 لو وضعنا العددين 114 يتشكل لدي عدد 1141 مضاعفات العدد السبعة تناسق سباعي لرقم أول حرف وآخر حرف رأينا ذلك وتناسق سباعي لرقم أول جزء وآخر جزء تناسق سباعي لرقم أول سنة وآخر سنة تناسق سباعي لأعداد الآيات مع السور تناسق سباعي لأعداد الآيات مع الحروف تناسق سباعي لأعداد الآيات مع الأجزاء تناسق سباعي لأعداد الآيات وسنوات الوحي تناسق سباعي لأعداد السور وسنوات الوحي عشرة تناسق سباعي لأعداد السور والحروف تناسق سباعي لأعداد السور والأجزاء تناسق سباعي لأعداد السنوات والأجزاء والسور والآيات والحروف تناسق سباعي لرقم أول حرف وآخر حرف مع اعتبار البسملات تناسق سباعي لأعداد السور والحروف مع البسملات تناسق سباعي لأعداد الآيات والحروف مع البسملات تناسق سباعي لأعداد الآيات الكلية مع الحروف الكلي 17 تناسق سباعي لأعداد الآيات مع السور تناسق سباعي لأعداد الآيات الكلية مع الأجزاء تناسق سباعي لأعداد الآيات الكلية يعني مع البسملات مقصود بها مع سنوات الوحي تناسق سباعي لأعداد سنوات الوحي والأجزاء والسور والآيات والحروف مع البسملات تناسق سباعي بين الأعداد الثابتة سنوات الوحي الأجزاء والسور هذه الثابتة يعني ليس لها علاقة بالبسملات إذن لدينا واحد وعشرين معادلة رقمية كلها مضاعفات السبعة ونحن نتعامل مع أرقام محدودة يعني عدد السنوات نزول القرآن أجزاء القرآن سوى القرآن آيات القرآن حروف القرآن خمس أعداد فقط تشكل لدينا منها واحد وعشرين معادلة رقمية مضاعفات السبعة خسب نظريات الاحتمالات هل هذه مصادفة؟ هل يمكن للمصادفة أن تفعل ذلك؟ إذا كان لديكم كتاب فيه مثل هذه المواصفات دلونا عليه والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول بالفعل كما قال الله تعالى قل لا إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظاهرة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته